بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال الطراب طيف التوحد أتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله عن بعض المهارات في مادة لغتي والتي نستطيع من خلالها إيصال بعض المفاهيم المهمة لأبنائنا من ذوي أطراب طيف التوحد بإذن الله نتحدث في هذه الجلسة عن التعرف على الأحرف التعرف على الأحرف قراءة ألاحظ الصور وأتحدث ثم أستمع ألاحظ الصور وأتحدث ثم أستمع من المهم جدا لدينا عند تعلم الطالب للقراءة مهم جدا أولياء الأمور من المهم لهم عنده تعليم الأحرف هو في البداية بالتأكيد لا يستطيع ضبط هذا الشكل نريد منه أن يتقن شكله يتقن صورته ثم يتقن بعض هذه الصور ويعرف بعض الصور التي فيها أسمى هو نريد تعلم الحرف وهذا الحرف قراءة هذا الحرف يعرف صوت هذا الحرف حتى يستطيع قراءته إذا كنا نريد تدريبة مثلا على كلمة مشعل فإنه يسمع هذا الصوت ضمن صوره ويتقن هذا الصوت يبين أن حرف الميم هو هذا الحرف ما ميم مشعل مهم جدا في البداية عند التعلم أولياء الأمور المعلمين مهم جدا جدا أن يتعلم الأحرف بالأصوات لا بالأسماء أهم نقطة في بداية التعلم للأحرف أن يتعلم الأحرف بأصواتها لا بأسماءها يعني ما نقول حرف ميم أقوم بتدريبة هذا الحرف ميم حرف ميم ثم عندما أطلب منها أن يقرأ مشعل يقول ميم مشعل لا أعلمه بالصوت بمعنى أن الميم أدرب علىنا ما بالبداية أدرب على أصوات الحروف ما هذا الحرف ما أصواته القصيرة والطويلة ما ثم إذا كان ممدود بألف ما الأهم أن لا يكون بأسماء الحروف يكون بأصواتها على سبيل المثال الذي ذكرنا حرف الميم لا أدرب على أن ينطقوا ميم ينطقوا بصوته وهو ما ثم أقوم بعرض هذه الصور الصور من خلالها يستطيع الربط لهذا الحرف بأنه مثلا كما ذكرنا مشعل يربط هذه الصورة بحرف ما صورة لمشعل مثلا الجد هو الموجود في محتوى مادة لغتي والوحدة التي من خلالها يتعلم الأحرف فيربط الصورة مشعل أول هذه الصورة هذه الصورة يربطها مع الحرف و صوت الحرف نلاحظ مثلا في هذه الصورة في البداية هو نقوم بتدريبه على بعض الأصوات بعض الكلمات التي يوجد فيها حرف الماء مثلا الجدة اسمها فاطمة في مادة لغتي اسمها فاطمة فإنه يربط الصوت هذا والذي هو حرف الماء يقوم بربطه مع ما يسمع و مع الشكل الذي يراه هو يشاهد الشكل للحرف ما يربطه مع مشعل يربطه مع فاطمة بحيث يكون الحرف في المنتصف و كذلك الأم اسمها مريم بحرف الماء هو يربط الصورة مع الحرف مع صوت الحرف هكذا أقوم بتدريبه هذا في البداية في بداية التدريب على الوحدة نحن لدينا أكثر من الخطوة يعني في البداية يربطها مع الصور يتعرف يعني كما في البداية يتعرف و يميز هذا الصوت عن الأحرف الأخرى بعد ذلك لدينا ألاحظ الصور و أقرأ يقرأ التلميذ الكلمات المحسوسة التي يمكن تجسيدها بصور بهدف تثبيت الكلمات ذهنيا و هو التصور البصري كما ذكرنا قبل قليل مما يسهل عليه قراءة النص الكلمات التي يمكن تجسيدها بصور نحن نقصد في البداية عندما يتعلم الطالب هو لا يستطيع قراءة كلمة نحن من الأساس نحاول تعليمه أول حرف مثلا و هو حرف ما كيف أجعله يقرأ كلمة مشعل و نحن من الأساس لم نقم بتدريبه على الأحرف الأخرى حرف الشين و كذلك اللام من خلال ربطه بالصورة أن يعرف أن هذه الصورة صورة الجد هي مشعل صورة الأم لمريم الجدة لفاطمة و يميز الصوت فيها عندما أشير إلى صورة الجدة فأنه مباشرة يقول مشعل هنا كون تصور عن حرف الماء في ذهنه و أنه بهذا النطق و هذا هو صوته و قام بقراءة هذه الكلمة من خلال التصور البصري يعني من خلال هذه الصورة استطاع الرض و بالإمكان كما ذكرنا الاستفادة من كتاب لغتي الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول في مثل هذه المهارات و على هذا نقيص طبعا نحن نتكلم عن حرف ما و على جميع الأحرف من البداية الوحدات و على حسب ترتيبها في الكتاب يكون على حسب صعوبة الكتابة و القراءة ليس الترتيب المعتاد من الألف إلى الياء و عدم الخلط بينها بالنسبة للطالب هو المعتمد في مادة لغتي الأهم دائما أن نقوم بمثل هذه الخطوات في البداية أن يتعرف على هذا الحرف ثم يميز الصوت ظن الكلمة و يعرف هذه من خلال الصورة يستطيع تذكر حرف الميم هذا على سبيل المثال إذا كان لدي نص فإن المعلم يقرأ النص عدة مرات الطلاب يقرؤون النص زمريا بعد المعلم يطرح المعلم أسئلة حول النص يقرأ المعلم الكلمات المبرزة عدة مرات كلمات المبرزة نقصد فيها التي فيها حرف الماء مثل مشعل فاطمة و غيرها مثلا إذا كنا نقوم بتدريبه على حرف الماء يردد الطلاب الكلمات زمريا بعد المعلم يقرأ الطالب الكلمات المبرزة يستخدم المعلم الأستراتيجيات المناسبة الذي نقصد فيه في هذه الصواة أن يقوم الطالب بالتكرار أنا أقرأ هذا النص و الذي يتحدث فيه مثلا يقوم بتدريبه على فواز يتحدث عن أسرته فيها العديد من الكلمات التي يوجد فيها حرف الماء هذا النص موجود في الكتاب نحن نتحدث دائما عنها أن أمية محتوى أرجع إليه بدل أن يكون لدي مذكرة فيها حرف ماء و كل يوم أنا وياه ماء ماء و مربوط في صورة واحدة مثلا هي مسبح يكررها دائما و عرف أنها مسبح لا لدي نص فيها العديد من الكلمات يطور العديد من المهارات حتى أستطيع أوصل له قيم و اتجاهات تجاه الأسرة في نفس هذا النص غير المهارات المتعلقة في الكتابة الأهم أن أرجع كما ذكرنا إلى المحتوى هنا هذا هو المثال قال فواز أنا أحب أسرتي جدي مشعل و جدتي فاطمة أبي سعد وأمي مريم أختي نور وأخي ياسر هذا ما تحدثنا عنه قبل قليل نلاحظ أن الحرف ماء موضح باللون الأحمر الكلمات التي أحتاج منه تكرارها أطلب منه تكرارها العديد من المرات هنا ربط صورة مشعل مع حرف الماء حتى يستطيع عندما أشير إلى كلمة مشعل يقوم بقراءتها مع أنه لا يعرف حرف الشاء و العاء و الألام مهم جدا التكرار عليه على مثل هذا الخطوات و عدم الاستعجال يعني لا يستطيع تعلم القراءة خلال شهر و شهرين أو حتى ثلاثة في غالب الأحيان سأحتاج إلى وقت أحتاج إلى ربما مع أبنائنا من ذوي الطراب طيب التوحدة أحيانا أحتاج إلى سنتين حتى يستطيع أو ثلاثة سنوات من العمل المتواصل حتى يستطيع القراءة بطلاقة حتى يستطيع القراءة بطلاقة أقرأ يقرأ الكلمات المستهدفة قراءة بصرية بالاعتماد على شكلها دون تهجئة حروفها و نلاحظ أن الكلمات عرضت كثيرا مما يسهل عليه تجريد الحرف الجديد فيها يعني بمعنى لاحظنا أن نقمنا بملاحظة الصورة تكرارها ثم يقرأها قراءة بصرية كما ذكرنا مشعل فاطمة فقط التي أو أمي مريم كلها فيها حرف الماء و هو عرفها من شكلها من خلال و أدرك أن حرف الماء هو بهذا الشكل سواء كان في أول الكلمة آخرها أو أوسطها كذلك أقرأ الكلمات ثم أجرد الحرف يجرد ثلاث من الكلمات بعد ذلك المستهدفة بحركاتها القصيرة ضم فتح كسر بعد تميز الحرف المجرد و حركته بلون مغاير بهدف لفت انتباه التلميذ له كما نشاهد هنا مهند فاطمة و مشعل ثم في الأخير أن يميز بين الصوت القصير و الصوت الطويل فيميز التلميذ بين صوت الحرف القصير بحركاته القصيرة و صوت الحرف الطويل مع حروف المد و ذلك بنطقه في الحالتين كما في هذا الشكل من الوسائل التي نستطيع استخدامها بطاقات الصور و الكلمات و كذلك الجمل قبل أن نصل إلى النهاية الطريقة هي واضحة بسيطة جدا أستطيع تدريب الطالب عليها من خلال الإشارة إلى مثل هذه الصور التي تحدثنا عنها هو سيقوم بتكرارها العديد من المرات حتى أنا عندما أشير التصور البصري الذي نقصده عندما نشير إلى صورة الجد فأنه يقول مشعل مباشرة صورة الجد يقول فاطمة الأم أمي مريم فيها حرف ما أدرك هذا و أصبح لديه تصور واضح لهذا الحرف من خلال الصور و التمييز الصوتي لها إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة ألقاكم في جلسات قادمة إن شاء الله تعالى طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته